هروح مع حضرتك لنقطة تانية وبنتكلم عن تأثير الألعاب الإلكترونية بالسلب طبعا على أولادنا من ضمن التأثيرات دي الواحدة هي بتاخد الطفل كده في حتة لوحده ممكن يبقى قاعد معنا بس زي ما قلنا احنا موقع بنكلمه هو ميسا معنا هو في عالم تاني أو لو شاب كبير شوية يعني فقطه طول الوقت هو يعني ما عندوش مذاكرة احنا دلوقتي في مرحلة مثلا أجازة فهو قاعد طول الوقت فهنيجي نكلمه انت يا حبيبي تعالى قاعد معنا انتو عايزين مني ايه انا ما عنديش مش وراي حاجة انا قاعد هنا على التليفون ازاي نقدر نتعامل مع ده بسيء فكرة الوحدة يعني هي فيها جانبين في جانب بيقول لأ ده هي بتزود الولاد ان هما بيتعاملوا مع بعض والولد اللي هو خلال الانلاين وهما بيلعبوا والولد اللي هو مش هيلعب معهم في الانلاين هيبقى غريب عنهم في اللغة مش هيبقى عارف هما بيقولوا ايه مش هيبقى فاهم حوارهم فلما يتقابلوا بقى في المدرسة او كده هيبقى فعلا هو يعني بعدينه او الحاجة التانية ان هو زي ما حدرتك بتقولي هو قاعد يلعب على الموبايل ومع ناس مش حقيقية او بيتصفح او بيتفرج على شورت فيديوز اللي هي ما بتخليهوش ان كونتكت مع الناس فهو ما ييجي حتى يخلص دراسته ويقدم في شغل مش هيبقى عنده الكمونيكيشن سكيلز اللي يقدم بيها في شغل فهي لها جانب كويس شوية الغنانين وليها جانب وحش على المدار البعيد الفكرة ان انا مهما حاولت اقدم للولد مش هيبقى مغري زي الالعاب والحاجات دي بس برضو ارجع اقول ان ليس جايد ان يكون قدم وحده ربنا خلقنا كائنات اجتماعية محتاجين بشر حوالينا فانا احاول اشجع ابني ان هو يخرج ويتكلم ويبقى له اصحابه جروب يخرج معاه ينزل انشطة يعمل خدمات لو هو ما يعرفش حد ومش متعود يخرج مع ناس ينزل خدمة يقابل ناس محتاجة انها تتسمع اطفال صغيرة شباب كبير مسنين مرضى اي نوع من انواع الخدمة ويبقى له يوم معين في الاسبوع ويبقى محتاج ان هو يحضر له ويبقى بيقابل الناس اللي هو هينزل معهم الخدمة عشان يجهزوا ايه افضل حاجة للخدمة الخدمة عندها قدرة رائعة انها تخرج الواحد من نفسه وتخليه فكر في الناس التاني فهي بتعالج كتير الواحدة والناس المفروض يعتبر يعني اللي نازلين دايما خدمة بيبقوا عايزين يعملوا حاجة حلوة صحيح فلا هيتنمروا ولا هيدايقوا حد فده بنسميه محيط صحي ان احنا ممكن نحطه لدنا فيه صحيح